الانكسام المتساوي أو الانكسام الميوتوزي يحدث هذا الانكسام في الخلايا الجسمية داخل جسم الإنسان ولا يحدث في الخلايا الجنسية نلاحظ أمامنا خلية لنتعرف كيف يحدث هذا الانكسام لدينا خلية يوجد في هذه الخلية في المنطقة هذه النواة وفي هذه المنطقة يحيط في النواة والكروسومات غشاء نووي كذلك يوجد لدينا هنا ما يعرف بالمريكزات ويوجد لدينا هنا خيوط المغزل تبدأ هذه الخلية بالانكسام في ما يسمى بالطور التمهيدي نلاحظ الطور التمهيدي هذا هو الطور التمهيدي لو نلاحظ في هذا الطور التمهيدي أن النواة بدأت في الاختفاء وكذلك الغشاء النووي في المنطقة هذه بدأ يختفي شيئا فشيء وكذلك المركزات بدأت بالاتجاه إلى كطبي الخلية الخلية وهنا عندنا خيوط المغزل بدأت خيوط المغزل في التشكل يظهر الطور التمهيدي بشكله النهائي كما نلاحظ في هذه الصورة ولاحظنا المركزات بدأت تتجه إلى كطبي الخلية هنا وهنا وخيوط المغزل بدأت تتكون والكروموسومات بدأت تتهيئ للتكثف والانكسام يأتي بعد مرحلة الطور التمهيدي مرحلة أخرى كما نرى أمامنا تسمى هذه المرحلة بالطور الاستوائي في هذه الطور الاستوائي كما نلاحظ أن الكروموسومات بدأت تصطف في الخلية وبدأت خيوط المغزل بالارتباط بهذه الكروموسومات ثم تبدأ مرحلة أخرى تسمى بالطور الانفصالي كما نلاحظ في الطور الانفصالي كما نلاحظ هنا أن الكروموسومات بدأت تنفصل تماما عن بعضها البعض وتبدأ بالاتجاه إلى كطبي الخلية وتبدو المراحل النهائية من هذا الانكسام بهذا الشكل في الطور النهائي تبدو الخلايا بهذا الشكل وأحدث في هذا الطور أن الخلية تبدأ تنقسم إلى خليتين هذه الخلية الأولى وهذه الخلية الثانية تبدأ تنقسم تماما ونلاحظ في هذا الطور أن الغشاء النووي في هذه المنطقة بدأ يتكون وكذلك الغشاء النووي في هذه المنطقة بدأ يتكون وستتكون النواة في هذه المنطقة وفي هذه المنطقة في هذا الطور يتم انكسام الخلية إلى خليتين ويبدو الطور النهائي في مراحله المتأخرة بهذا الشكل حيث يصبح عندنا خلية واحدة وهنا خلية ثانية طبعا الخلايا في هذا الانكسام تكون متطابقة وراثيا تماما للخلية الأصلية أو الخلية الأم بقي لنا أن نعرف أن هذه المراحل لا يحدث فيها تصالب بين الكروموسومات وكذلك هذه الخلايا تدخل في تعويض الخلايا التالفة وتساعد في عملية نمو الخلايا بالنسبة لهذا الانكسام الذي هو الانكسام المتساوي أو ما يسمى ويعرف به الانكسام الميتوزي شكرا